السلام عليكم اليوم الثلاثاء الثامن من شباط الفين وثان وعشرين عقد اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي وافتتح السيد رئيس مجلس الوزراء هذا الاجتماع بكلمة تقدم فيها بالعزاء إلى ذوي الشهدين القاضي أحمد فيصل الساعد والرائد حسام العلياوي الذين استشهدوا اختيالا في محافظة ميسان ما زالت تحديات الأمنية تحاول زعزعة حياة العراقيين لا سيما أنها تطول هذه المرة رجال القضاء ورجال الأمن وتلك نقطة حساسة تعالجها الحكومة والسيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بنفسه التي أفضت إلى تشكيل عمليات ميسان الحكومة تعمل في كل مرة نقول حتى النفس الأخير بإيجابية عالية وبحزم وإصرار على الرغم من كل هذه التحديات كانت هناك أيضا ملاحظات لسيد رئيس مجلس الوزراء في أن الوزراء في هذه الكابينة منسجمون في أعمالهم ومتعاونون إلى درجة كبيرة أفضت إلى تحقيق نجاحات في هذه الحكومة وكان هناك أيضا توصية ضمن الجو العام الذي يشيع هذه الأيام فيما يتعلق بمرحلة ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس الجهورية في أن يشدد الوزراء ويركز على أعمالهم بإيجابية عالية دون التدخل في المسائل السياسية بالتأكيد لأن مهماتنا تنفيذية بامتياز ونحن نحرص على أدائها بكل إيجابية وبكل مهنية فيما يتعلق بالقرارات كان هناك نقاش طويل فيما يتعلق بإنشاء طريق ساحلي موازي لشط العرب بطول 95 كيلومتر هذا المشروع أساسي ومهم وخضع لما يقرب من الساعة الكاملة من النقاش بين السادة الوزراء وأفضى النقاش إلى أن تتولى وزارة المالية تحويل المشروع الذي تشترك فيه وزارات عديدة في الحقيقة وزارة الموارد المائية وزارة الإعمار والإسكان وحتى محافظة البصرة هذا الطريق له أهداف عديدة ليس مجرد طريق خدمي وإنما هو فيه جانب أمني يتعلق بتهريب المخدرات في تلك البقعة من العراق وإنشاء هذا الطريق يحول دون هذا النشاط المتصاعد في العراق والذي تتخذ الحكومة فيه إجراءات حازمة ليس فقط على مستوى القانون والمحاسبة وإنما على مستوى مثل هذه المشروعات في إنشاء هذا الطريق الذي سيسد المنافذ على أولئك المهربين للمخدرات إلى العراق وبالتأكيد ستكون له نواحي سياحية بما أن هذا الطريق طويل ويوازي شط العرب أيضا كان هناك قرار فيما يتعلق بسلطة الطيران المدني فقد وافق مجلس الوزراء على تخويل سلطة الطيران المدني التفاوض والتوقيع على بروتوكولين أساسيين معدلين لمواد في اتفاقية الطيران المدني لسنة 1944 التي وقعت أيضا في مونتريال هذا التعديل في 2016 وهذا ما يخدم مصالحنا في هذه المؤسسة مؤسسة سلطة الطيران المدني وأخيرا كان هناك موافقة لمجلس الوزراء بعد نقاش وبعد أن عرض الموضوع من وزارة النفط على تنفيذ مشروع مصفى حديثة وهذا التنفيذ هو تطويري لهذا المصفى من أجل زيادة الإنتاج وتحسينه شكرا جزيلا